اكد معالي سيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ماضية في نهجها الاصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة في ترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش وحقوق الانسان والحرص الدائم على تعزيز الشراكة الدولية واحترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتضع في قمة اولوياتها تعزيز التكامل الخليجي وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة جاء ذلك في كلمة لمعالي رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وأضف رئيس مجلس النواب في كلمته أن منهجية التعاون الخليجي تعد خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية لمستقبل دول الخليج وشعوبها مؤكدا دعم مملكة البحرين للمساعي الهدفة إلى تطوير منظومة العمل والتعاون البرلماني الخليجي بما يواكب الرؤى المستقبلية ودعم مشاركة المرأة والشباب للمساهمة الفاعلة في مسيرة النهضة والبناء مع تطوير كافة التشريعات والقوانين الداعمة لمزيد من التعاون في مختلف مسارات التنمية وأوضح رئيس مجلس النواب أن الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية جاء ليواصل مسيرة العمل الخليجي البرلماني انطلاقا من رؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو القادة الكرام وارتكازا على تطلعات الشعوب الخليجية في تحقيق الخير والنماء للحاضر والمستقبل وجدد رئيس مجلس النواب دعوة مملكة البحرين المطالبة بتحرك المجتمع الدولي وبشكل عاجل لوقف الحرب على فلسطين وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية كافة المدنيين والإفراج عن جميع الأسرى والرهاء والمحتجزين وأشد معاليه بتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المعظم بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها مؤكدا موقف مملكة البحرين التاريخية الراسخ في دعم جهود السلام العادل والشامل والمستدام وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وأعرب رئيس مجلس النواب عن خالص التقدير والامتنان للدور الريادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم سبل الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في المنطقة هناك عدة مواضيع على جدوى الأعمال وتمت التوصية باعتمادها من أهمها مواصلة التنسيق مع البرلمانات الأوروبية والبرلمانات الأمريكية اللاتينية وهناك أيضا عدة توصيات التنسيق ما بين المجالس الخليجية لما يعزز التضامن ما بين دول ما يستعاون لدول الخليجي العربية ركز الاجتماع الخليجي المنعقد في دولة قطر الشقيقة على عديد من البنود ذات الأهمية الاستثمارية في الطاقة الشبابية وأبرزها الأمور القيادية والتخصصات في مختلف المنظومات المجتمع المدني للحفاظ على الطاقة والأموال وتحقيق النتائج المرجوة يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات القادة قادة مجلس التعاون الخليجي وكذلك للأهداف السامية لهذا المجلس لا شك بأن المواضيع والملفات والتحديات كثيرة وسوف نشتازها عندما نجد هذا التعاون اليوم الماثل الذي أمامنا ما هو المهم كذلك في التوافق التام الذي تم اليوم في مسألة توحيد الموقف في المحافظة الدولية في الاتحاد البرلمان الدولي أو الاتحادات الأوروبية هذا التعاون سوف يركز مباشرة للقرارات والتوصيات لهذه الجهات ترجمة نانسي قنقر